في كنوز بناء الشخصية يا عمر من خبرتك كمدير ومن رحلتك الشرعية اللي احنا رفقاء فيها وربنا يدمها نعم علينا ورحلتك النفسية في دراستك للسايكولوجي بتشوف ازاي صفات الموظف السوي الموظف السوي ده موضوع صعف لان الموظف عليه براشر ضغط عادي ضغط وان هو داخل شغله عارف ان العيون بص عليه بتقيم صحيح فهو الموظف اللي عنده قدرة على التعلم المستمر المتعلق باسم الله العليم وعارف ان هو دوره في الحياة العملية انه يتعلم ده جزء اصيل ده بيغير حد الموظف فهو استمرار في التعلم تركيز شغف استمرار تركيز شغف ده الموظف السوي تركيز سمعنا من الايمة كتير ملتفت انه يصل والشغف هو الصدق صادق بقلبه وبكله داخل انا داخل اعمل حاجة هو الصادق ده لو ما فيش كاميرا محطوطة هو يشتغل حتى لو الموديل مش شايفه ده الموظف السوي اللي كل واحد فينا يتمنى يكون هو عايز يتعلم باستمرار وعنده تركيز في شغله وعنده شغف عايز يديه الحين فيه كتاب من البست سلرز دلوقتي learning driven business هو فكرة الكتاب قائمة والنظرية قائمة على ان البزنس بيوضار وبيدفع للامام بالتعلم فالموظفين اللي بيتعلموا نسبة الموظف دائما التعلم ده اللي بيدفع المؤسسة كلها او المنظومة كلها لقدام فهو بيشعر بالقدر اللي هو بيعمله هو نفسه بيشعر بيعنده selfie world انا ده نعمل حاجة فهو نفسه بيعنده قدرا ويتطور فبيضى ليقتزن جميل وفي ده نظرية حديثة في علم النفس نظرية الوعي بالذات والنمو والنفسي ده في 2015 لسه جديدة عملها ثلاثة علماء نفس يعني لسه قريب قالوا ان الموظف اللي بينفع بيئة العمل المكاسب النفسية اللي بيكسبها كبيرة منها اول حاجة هو بيعنده يعني شعور بتحقيق الذات حتى لو هو لسه جونيور حتى لو هو لسه موظف صغير سيبدأ يقيد بني عنده عملت حاجة للكيان بالضبط سلف ستيم عارف هارم مازلو هارم مازلو اعلى حاجة فيها هارم الاحتياجات بالضبط اعلى احتياج بتحقيق الذات فالموظف الصغير ده ممكن عنده 22 سنة 23 سنة 25 سنة وعن مال يتعلم وعن مال يفيد بيبدأ يشعر بتحقيق ذاته فده ينقله بعد كده انه يقدر يبدع انه يقدر يغير كمان هو علاقته بالمحيطين به تبدأ تتغير هو هو نظرته لنفسه انه هو ليل في المكان بتتغير طبعا فبالتالي مش حاسس الناس اللي حواليه بتضغط عليه بالعكس لانه عنده جرأة انه يضيفه عنده جرأة انه يقول رأيه عايز اقولك حاجة وانت بتقول انه عنده تعلم مستمر الدعوة الاشهر لسيدنا رسول الله اللي ربنا امروا بيها في القرآن قال له وقل ربي زدني علما وكنت تعلمت من احد اسذتي ان الناس ارزاق وارزاق زي ما بيوصل لك فلوس عن طريق الناس هتوصل لك نصايح ومعلومات لعل رحلتهم العلمية هي رزقك يعني هو سامع معلومة المعلومة دي بالنسبة له هو تحملها هو ممكن يكون معملش بيها حاجة بس هو تحت تحملها وبعدين اداها ديك التحمل والاداء فلما ادى المعلومة دي ديك حلتلك اشكاليات رهيبة وفرقت معاك وسيدنا النبي يقول كده يبلغوا عني ولو قاية فرب حامل فقه لمن هو افقه منه انت خدت المعلومة وبس سنة اللي تعلم بقى هناك ده ده جاي فاتح سدره للعلم تعلم المستمر زي ما انت بتقول لما تدخل الكورس عند نستركتر مميز اول حاجة يقولها ايه ايه اللي على الاكسبرت مود يعني ايه بقى ما تقعدش كإنك خبير ايه ايه انا جاي تقيم انا جاي تتعلم ايه وتلبس بالlearning مود الله فانت الفكرة بقى ان هي مش الكورس بس هي مفترض في الحياة يعني انما العلمه بالتعلم انا جاي تفضل تبقى انت بالضبط كده فانا داخل المؤسسة دي او المنظومة دي انا كبير انا صغير انا جاي تعلم ومشاعر ان انا جاي تعلم هي اللي هتخليني اضيف طبعا هي اللي هتخليني افرق هي اللي هتخليني مميز هتخليني ليه ليه قدر وانا ليه يعني تجربة بقى كده دي حقيقة بقى شو تهوا قدام عيني من ثلاث سنين التعين عندنا شاب يعني هو فوق راستنا هو اول لما تعين تعين في الاكاونت منجمنت يعني في خدمة العملاء كويس انا لما قابلته انا قلت العينه ده عينه غلط هو مش مناسب للمكان ده خلاص قدراته شخصية بس خلاص شغفه مش في حتة دي بالضبط هو ساب شغله وغيه فمش هينفع نعتذله طبعا والمدير اللي عمله فخلاص يعني فتعين حاولنا معاه في المكان ده مش نافعه بس الولد مموت نفسه انه يتعلم بالضبط وبيحاول لكن هي مش قدراته ومش شخصيته فما كناش قدرين نعتذله فنقلنا اقدرة تاني الـ العمليات انه هو يدير الناس اللي موجودة بطريقة معينة الستوديو يعني بطريقة معينة وبدأ يشغل الناس والحياة مش قدراته يعني مش شخصيته وما تعلمهاش وما اشتغلهاش انه كنا بنحاول معاه فهم مش ركبة بس لقناه هو من حرصه وشغفه على الشغل وصدقه خطت تحت الصدق دي وتركيزه وتركيزه طبعا اتعلم من الـ الـ اللي حواليه هو مش ديزاينر خالص وكان شعرت حاجة دقيقة خالص اتعلم منهم وبقى لما حد منهم يأثر يكمل هو في شغله ويعمل هو ديزاينز فمن سنة هو تعامل ثلاث سنين من الزبط كان فات سنتين من سنة مستوافى الـ بقى افضل من ديزاينرز كتير لان اشتغل كتير بيده وتعلم حاجات كتيرة جدا وهو مش دوره هو تعلم علشان بس يسلم الشغل في معادته شغفه مش دور وذا دور الناس وممكن يقول ما اشتغلوش لكن شغفه ان الشغل يخلص في معاده وبيتسلم فتعلمه وبقى ديزاينر ومن سنة تنقل في الـ وعايز اقولك انه بقى له سنة بس بيشتغل ديزاينر الا ان هو بقى مستوى قريب من الناس بقى لها عشر سنين وواحداشرة سنة بشغفه وتعبه وتركيزه وعمال يتعلم وعمال يصهر لحد ما الراجل ده هيبقى كده ايه تفضل يا لكتر الراجل ده حيمسك المؤسسة دي في يوم من الايام لان هو تعلم مستمر تركيز وعنده شغف التلاتة وربنا بيضعاش حد دابت انا حاسس ان الراجل ده ظني حاسس بحضور ربنا جدا وشهود ربنا ليه لان جزء كبير من اتقان البني ادم اللي عمله اما ضميره وعشان برضه احنا كل الناس تعرف ربنا ضميره جاي من حتة ان هو شايف ربنا وحاسس ان هو مستأمن على اللي هو فيه وفيه واحد بقى بيبقى مستحضرها بجد انا حاسس ان انا بشتغل في شركة المالك الحقيق لها ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي ده بيخليه عايز يتعلم وعايز يركز مش عشان الكاميرا شايف عشان ربنا اللي شايفه وفي نفس الوقت يبقى حاطت كل محبته في الخدمة يعني فجميل قوي ده الموظف السوي شكرا يا عمر نورتنا وشرفتنا وربنا يعلمنا يا رب من علومك